بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال الحافظ المنذري رحمه الله وعن عبد الله بن غغيدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داول وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدق فقال يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء فقال يا رسول الله إن ذلك لك ذلك قال إي والذي نفسي بيده قال فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا رواه الطوراني في الكبير وإسناده صحيح وعن عدي بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يأتي يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليدئ بقليله وكثير فما أوتي منه أخذ وما نوهي عنه انتهى رواه مصري وهذه حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى والترهيب من التعجي والخيانة وليس في الصدقة فقط وإنما في كل الأعمال كل من ولاه إنسان أو صاحب عمل على عمل فكان أجيرا في هذا العمل يعمل على شيء فيلزمه الأمانة الأمانة في هذا العمل قال للعمل أو كثرة يكون أمينا عليه لأنه نائب عن صاحبه في القيام على هذا العمل فمن خان الأمانة يأتي يوم القيامة بخيانته والخيانة صعبة وشديدة الإنسان الخائن يأتي يوم القيامة فقال له أدي الأمانة أدي الأمانة أدي الأمانة كما جاء عبد المسعود رضي الله عنه فالله عز وجل يأخذ هذا الإنسان يلقيه في النار ويقول أدي الأمانة فين الأمانة فتمثل له الأمانة في النار أدي الأمانة يوم يدخل يجيب هذه الأمانة يهبط في النار لغاية ما يأخذها وبعدين يصعد يصعد لغاية ما يكاد يخرج من النار يروح وقع منه الأمانة ينزل تاني في النار ولا يزال هكذا إلى ما يشاء الله سبحانه أيكم يحب أن يكون هكذا أن يوم القيامة الأمانة التي تؤمر أن تفعلها وأن تأتي بها قلت أو كثرت ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الأمانة قال ولو مخيطا والمخيط الإبرة الإبرة تؤدي هذه الأمانة تمنه أدي هذه الإبرة إذا كان إنسان يوم القيامة يسأل الإبرة لودتها فيه الكبة من الشعر أخفاها رجل من من كان يداهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وظن إنه مفهاش حالة كبة من شعر شوية خيط خيط به الحزاء بتاعي ولا خيط بهدومي مفهاش حالة فأخذ الخيط فيه أشاله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إنه من أخذ شيئا فليأتي نبيه شوية شوية تأخر هذا وفي الآخر دياب الخيط ورحل النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذه منه وقال كن أنت تأتي به يوم القيامة خليك أن تأتي به يوم القيامة تشيل هذا لأننا أيد من بذري وذبتش لي أنت يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب غيره لذلك الأمانة شيء مفقود في زماننا هذا أكثرنا يتكلم عن الأمانة ولا يؤديها ولا يقوم بها نتكلم فقط عن الأمانة ومهما تعطي من دروس في الأمانة وتنبه وتحذر وخربلك من أمانة كل شوية تسمع صور خيانة كثيرة جدا كأن هذه الدروس لناس تانية مش على كوكب الأرض نستني بره كلام ليس لنا هذه النصيحة احذر من التفريط في الأمانة إنك مسؤول يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم احذر من الخيانة تمد يدك على ما لا يحل لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ينصح كبار أصحابه وصغار أصحابه ينصحكم صلى الله عليه وسلم شوفنا بالأمس كيف نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وهو سيد الخزرك من الأنصار رضي الله عنه حذره احذر تجمع الصدقات تأخذ حدا نفسك ولا تأتي بها يوم القيامة يحذره فالردل ترك لا مش عايز أعافي هذا الشيء كان الردل أكرم من ذلك وكان ردلا غنيا غنيا نفسه غني بالمال ولكن مع ذلك لا مش عايز ترمى الأمر على هذا الشيء وهدي حديث آخر لبريدة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول فهو غلول الذي نستعمله على عمل فليكن أمينا في هذا العمل وليؤدي العمل على النحو الذي يرضي به ربه سبحانه لو كل منا علم أن الله سائله عن هذا العمل مش هيعود إنسان يتأول لنفسه لنك في عليهم كده في الشغل على أدفلسهم وعلى كذا يوم ما شغلك صاحب العمل شغلك وشارطه هتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا وحتعمل كذا وكذا في العمل وحنتفع لك أدر كذا وأنت رضيب بذلك بيلزمك أن تقوم بالعمل على ودهه ما تجيش تقول لا ما هو العمل ده عملي أكثر من المفروض الديني كذا ما تفترضش نفسك شيء أنت وفقت من الأول على هذا التمن في هذا المال في هذا العمل إذا تؤدي على الأمانة التي تمنك بها صاحبك وإلا إذا أخذت شيئا من وراء صاحب العمل فهو غلول غلول أعظم الخيانة الخيانة في المغانم إلا ربنا ألنا وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيام ما كان لنبي أن يمد يده على شيء من غني ما يأخذ لنفسه لا 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 وإن كانوا هم قد يقولون ذلك قد يفتري البعض من المنافقين ويأولدوا بيأخذ الحاجات لأنفسهم قل لا وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي أن يظن فيه ذلك لا أحسن الظن في نبيك صلوات الله وسلامه عليه ولكن المنافقون دايما فيهم الجرائم وفيهم الاتهامات لغيرهم فكما يقول رمتني بدائها وانسلت هم أهل الداء وهم أهل البلاء ومع ذلك يرمون غيرهم بهذا الذي هو فيهم فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هم منه براء هنا في حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال يا أبا الوليد كنية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أنصري رضي الله عنه خزردي من أكابرهم يقول اتق الله لا تأتي يوم القيام ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء احذر يا أبا الوليد إن كنت أنت من كبار أصحابي من سادة الأنصار لكن احذر تيدي يوم القيامة تكون تأولت لنفسك شيئا مدت إيدك على حال اختلستها فتأتي بها يوم القيامة تأتي يوم القيامة تصرخ تكون بعير له رغاء يصرخ صوت البعير الرغاء البقرة صوتها الخوار الشاء صوتها الثغاء والمعنى إن يوم القيامة تكون فضيحة لصاحبها يجي شايل بقرة بقرة بتصوت الحرام يهو دل سرقني في الدنيا فتصرخ البقرة فيصمع صوتها فضيحة ما بعدها فضيحة يوم القيامة للإنسان الخائن والإنسان الغدار أيكم يحب أن يكون هذا حاله يوم القيامة فليحذر في الدنيا أن يمد يده على ما لا يحل له أبو الوليد وهو عبادة بن الصاد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لك ذلك الأمر كده إنه لن يمد يده على حاله لشيء له يوم القيامة قال أيهو والذي نفسي بيد أيهو هو الأمر كذلك قال فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا لا ما اشتغلش على شغلنا فيها أمانة ونشرفني نفسي تحدثني بإيه لا لا أعمل هنا الإنسان حين يرى من نفسه إنه ضعيف عن حمل الأمانة أو إنه يتورع فليبتعد ما تحطش إيدك على حاله ما تعرفش إيه اللي ممكن تعملها فيها ومتختال يستاخد شيء أن تتأول لنفسك وبعد ذلك تحب ترجع عنها ما تعرفش ترجع فيها يقول في الحديث الآخر عن أبي حميد السعيدية رضي الله عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ردولا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدق فلما قدم قال هذا ما لكم وهذا أهدي لي هذا ما لكم أو هذا ما لكم هذا ما لكم يعني الذي لكم أو هذا ما لكم المال الذي طلبتمه مني وهذا أهدي لي الردول كان ردولا أمين ما خدش الحديث وخبه لا جديه وقال له هذه المال بتاعكم ولي هدايا الناس الدهالي فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حمد الله سبحانه وأسنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فأقول هذا ما لكم وهذه هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقة الهدية إلا عن طريق أننا شغلناك في العمل ليس من حق أن تأقذ هدية هذا العمل عمل المسلم تجمع الصدقة للمسلمين تجمعها وعلى الناس يقول طيب خذ الخروفين دول الزكال لعدين وخذ الخروف التالي هدية لك بسبب إيه هدية لم تكن هدية إلا بسبب عملين فليست حقك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا لو كان أعط في بيت أبيه وأمه كان الأعراب كان العرب كان أهل البادية حيددلوا هذه الهدايا ما كانش أخذ شيئا إذا عملنا هو الذي جاب لك هذه الهدية ليس من حقك أن تأخذها قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيام فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ولبقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديها صلى الله عليه وسلم حتى رؤية بياض ابطيه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت باصر عيني وسمع أذني يعني يقول الراوي إن أنا مستحظ الحكاية كإني شايفها بعيني الآن كإني سامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم فيه أن الإنسان المؤمن يخاف من الأمان يخاف من الله سبحانه يراقب الله دايما يستحضر في نفسه أنه عليه رقيب من الله عز وجل ولو أنك تأملت في نفسك وفي قول الله عز وجل إلا عليه رقيب عتيد رقيب معد عن اليمين وعن الشمال قائد واحد أعد لك يمينك بيكتب حسناتك والتاني أعد شمالك يكتب سيئات حين تستشعر ذلك وتخاف ده شايفني بيكتب لي الحسنات اللي أنا بعملها طب إحظر تكون هذه الحسنات فيها رياء إذا كان الملك لا يعرف رياء ولا مش رياء فالله يعرفه فيصعد الملك العم الحسن كذا هذا كان لغير ليس لي فعله رياء للناس الآخر يكتب السيئات التي على العبد يستحي الإنسان المؤمن أن يكتب عليه ملكاه سيئاته التي يقع فيها أو أن يشهداه وهو يقع في الأعمال الخويسة من الأحديث حديث لأبي مسعود الأنصري يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه ساعيا انطلق أبا مسعود لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت فقلت إذا لا أنطلق لا ما رحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أكرهك ما بيضغطش على حد أنت اشتغل عندي ترغم أنت شايف من نفسك أنت ما أنتش أدر على هذه الأمانة ما تفعلش بل كان يصرح أحيانا كان يقول لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفة إني أراك ضعيفة فلا تحملن أمانة ولا تولين مال يتيم ما تكونش وليا على مال يتيم لا تتحمل إمارة من الإمارات لا تكون أميرة ولا تكون وليا على مال أنا شايفك ضعيف يا أبا ذر أبا ذر اللي كان من أصدق الناس لهجة اللي كان يأمر معروف وإنها عن منكر غيرت ما الناس يكرهوه من كتر أمري من معروف إنها عن منكر يديئه من كلامه رضي الله عنه ومع ذلك يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف ما يقدرش يتحمل إن يكون أميرا على الناس ولا إنه يكون يتولى مال اليتيم فأقول له ذلك بصراح يا أبا ذر إني أراك ضعيفا تضعف عن ذلك لا تفعل هذا الشيء وما لزي حالتنا يكون أمر رؤيه ما يجيش الإنسان يتشدع ويحمل الأمانة اللي هو يعرف أنه يمكن نفسه تحدثه إن خدها نفسك خد منها شيئة شيح صلحان المعد شيح يشوفك فينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجازكم عن النار هلما عن النار وتغلبونني هلما عن النار وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم الفراش أو الجناد فأوشكوا أن أرسل بحجازكم وأنا فرثكم على الحوض هذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إلا عليه إنه حذر 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 وأمرنا بشرنا بالجنة وخوفنا من النار ودلنا على كل عمل يدخلنا الجنة عشان نعمله وحذرنا من كل عمل يدخلنا النار وفي عمله ذلك كأنه ألماسك بحجزنا حجز الإنسان الحزام اللي بيلبسه على وسطه هنا هذا الحزام لو إن إنسان أمسك إنسانا من حزامه ما يقدرش يفلفص منه ويهرب منه فأقول أنا عامل كده بس بتغلبوني بتغلبوني أعمل لكم إيه أنا عملت إلا عليه حذرت تحذيرا شديدا وقلت لكم وكأني أنا ممسك بحجزكم علشان ما تقعوش في النار ومع كده برضو بتقع في النار زي ما بيقع الفراش في النار يفضل يلف يطير حوالين النار المعجب بمنزر النار يطير لغاية من النار تحرأه تحرأه يؤع فيها كذلك الإنسان اللي يدور حول المطامع المطمع لغاية ما يؤع فيه فيؤع في النار والعياذ إليه يقول صلى الله عليه وسلم فأوشك أن أرسل بحجزكم على غلبتوني إنسان ماسك إنسان من هدوه عشان ما يلميش نفسه في النار وهو لغاية ما غلبه ورمى نفسه في النار ها يملوا إنسان أوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم أنا سابقكم على الحوض حوضه صلى الله وسلم عليه إلي ربنا أخبر إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبطر أعطاه الله عز وليل الخير الكثير من ذلك حوضه عليه الصلاة والسلام الذي ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعدد آنيته كعدد النجوم كثرة ومع ذلك يردون على النبي صلى الله عليه وسلم معا وأشتاتا فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين فأقول أي ربي أمتي يعني هو عارف أمته عليه الصلاة والسلام ديين يوم القيامة كانوا بيصلوا عليهم أسار الصلاة عرفهم ولكن مع ذلك ما لحقوش يصروا الحوض على ما يوم عند الحوض إذا بالملكة تخلهم ذات الشمال تذهب بهم إلى النار والعياذ بالله قال أنا أناشد ربي أتوسل إلى الله عز وليل خوض هؤلاء المسلمون أمتي عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك أنت مش عارف عامل أمر مصائب كثير خانوا الأمان وضيعوا الدين إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة على أعقابهم يعني بذا المهم مقبلون على دين الله شايفين الدين بدوا ظهرهم مشين وراء يرجع يرجع هذا مش القهقرة يبقى وشه لهذا المكان بس راجع على ظهره وهو ينظر ويرى دين الله عز وليل المفترض أنه يتقدم إليه مش يتقهقر عنه قال فلا أعرف أن أحدكم يوم القيامة يحمل شئة لها ثغى فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك هنا أنا في الدنيا أقول لكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستنادو علي يا محمد ما عرفك أنا بلغتك في الدنيا قال لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فلا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فلا أعرف أن أحدكم يوم القيامة يحمل ثقاءا من أدم ينادي يا محمد يا محمد شوف وصل الله عليه الصلاة والسلام اللي جاب بأراء اللي جاب جمال اللي جاب لغاية اللي جاب إيه كوز كوز ويرتو كوز عيدل كوز من أدم من قلد كوز من قلد إيه كوز من قلد هذا ولكنه غله سرأه يجي يوم القيامة يحمله يقول يا محمد إلحأني واخدني بكوز بتاعي على النار فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربه ما على رسولي إلا البلاغ إبا مش هو ولا حيخدنا بإيدينا دخلنا الجنة إلا من كتب الله عز وجل وشاء ذلك أما من أعرض عن الله عز وجل فمهما حاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ربنا يقول لا إنك لا تدري لقد تقهقروا بعدك وتركوا دينهم وخانوا الأمانات فقل لا أملك لكم من الله شيئا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر